السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفانيت كنشكركم على كل تعليقاتكم و على كل دعواتكم معي اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة تحضير حلوة ملكية ببيضة واحدة بدون فرن بدون جيلاتين وبطبقة مقرمشة اللي هي اقتصادية وفي متناول جميع مع غلاساج كذلك بدون جيلاتين وبمقونات جدا بسيطة كجلامع كجراقية جدا تابعت معكم جميع المراحل والخطوات والنصائح باش نجاع معاكم تبعوا معي وجربوها على حسابي وتبعوا معي النصائح غدي جيكم ناجحة 100% اولا على بركتي الله كنضعوا قبصة من الملح من بعد كنضيفوا بيضة واحدة ثم كنضيفوا ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر من بعد كنضيفوا كيس سكر بنكهة الفانيلا كنضيفوهم على البيض والسكر غدي تلقوا البقادية المكتوبة اسفل الفيديو ثم كنحرقوا البيض مع السكر جيدا حتى كيتغير اللون ديالو كيولي بهذا الشكل يعني كيولي كأنه أبيض وفيه رغوة من بعد كنضيفوا ملعقتين كبيرتين من الزيت ومن بعد كنضيفوا نحرقوا كذلك البيض مع السكر ومع الزيت اللي ضفنا ثم كنضيفوا أربعة ملاعق من الحليب دائما الملاعق اللي كناخدوا بهم القياسس تكونوا ملاعق كبيرة كنحرقوا كذلك الحليب مع المكونات الأولى ثم من بعد كنحتازوا ملعقة صغيرة من خميرة الحلوية البيكينب بودر وكيس كاكا وعفون ما يعادل ملعقة كبيرة كنجيوا الآن كنعملوا ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق ضروري أن الملاعق ديال الدقيق تكونوا بهذا الشكل يعني ملاعق ممتلئة عن الآخر من بعد غدي نضيفوا ليهم كيس من الكاكا وما يعادل ملعقة كبيرة ثم ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات بيكينب بودر وكنحرقوا كل المكونات مع بعضها عندكم تنسوا خميرة الحلويات راني وضعت ملعقة صغيرة ثم على بركة الله كنحرقوا الكل جيدا حتى كتنسى جمزة لنا الخليط كنجيبوا مقلات كندهنوها بالزيتة ولا الزبدة وكنرشوها بالدقيق وكنزولوا الدقيق الزائد قطر المقلات اللي استعملت أنا 21 سنتيمتر ثم كنجيوا وكنفرغوا فيها الخليط ديالنا ديال الكيك ونحاولوا نقدو يعني كنقدوه على كل جوانب نقدو السطح دياله الآن كنجيوا سواء غتستعملوا مقلات اللي كتكون مسطحة أنا بما أنا ما عنديش مقلات مسطحة فرا غادي نقص النار حتى الآخر كما كتلاحظوا معايا وغادي نعمل ورق الأليمنيوم إلا عندكم مقلات مسطحة يعني تقدروا تعملوا فيها المقلات الأخرى فعملوا مقلات لأسفل ديالها باش تطيبع لخاطرها وما تحرقش من بعد كنوضعوها على نار خفيفة جدا يعني كأنها مطفية وكنخلوها كنغطيوها ومن حين لآخر كنطلو عليها حتى كيبالينا أن الوجه هكتماس كان عملت غيطاء ماشي قد المقلات لذلك من اللي طلعت شوية تقصت لي مع الغيطاء غادي نقلبوها لها تشكل ونخلوها تحمر في الوجه الآخر وما كتاخدش مننا الوجه الآخر سواء إلا نصف دقيقة تقريبا الآن على حمام مائي كنعملوا واحد الإناء وكنجيبو كنعملو عشرة قطع من الشوكولاتة كندوبوها الشوكولاتة العادية اللي كتبع عند أي بقال من بعد كنجيبوها البسكوي السيقاغ اللي كيتبع بديرهم واحد اللي كيكون متوفر في جميع المحلات وكذلك عند أي بقال حدا كم سولوا وعلى السيقاغ راه موجود كنقطعوه حاولو ما تقطعوه شي لا قطع صغيرة بزاف هديك الطبقة المقرمشة اللي كينا في الخارج خليوها تبقى شوية كبيرة باش جينا في الحلوة مقرمشة من بعد ما قطعناه كنعملوه في واحد الصحن اللي غادي نخلطو فيه والآن كنحتاجو للسيرو اللي عملت فيه نصف كأس من الماء مع ملعقة كبيرة من السقر كنسقيو الكيكا جيدا بهذا الخاليط ديال السيرو بعد ما كيكون دافئ يعني الكيكا برده وسيرو دافئ من بعد كنجيو الهد البيسكوي ديالنا كنضيفو لي الشوكولاتة اللي اسبق لنا حضرنا البيسكوي استعملت خمسة قطع او لخمس بكيات يعني خمسة عشرة قطع او لخمسة عشرة صيجار يعني خمس دراهم يعني خوضوا منه خمسة دراهم الآن بعد ما خلطناه مع الشوكولاتة جيدا حاولو في هاد المرحلة زربو شوية كنوضعوه على وجه الكيك ونحاولو نبسطوه هنا يضروري ان الطبقة تكون طبقة اللي هي رقيقة باش من بعد ما اللي تبغيوا تقطعوه ما تلقوش معاه صعوبة غادي ندخلوه لتلاجة نخليو الطبقة تتماسك ونمرو نكملو الباقي المكونات الآن في نفس الايناء اللي دوبنا فيه الشوكولاتة الاولى غادي ندوب فيه اتنا عشر قطعة من الشوكولاتة دائما شوكولاتة اللي كتبه عند اي بقية ديال ربعه دريال الآن غادي نجيبو كأس من الحليب ما يعادي المائتان ميليليتر الحليب كنكونو وضعينو من قبل في المجميد باش يكون بارد جدا جدا ضروري من بعد كنحتاجو لواحد العلبة من الاموس الشوكولاتة اللي كدالي كنكونو وضعينها في المجميد ليلة قبل الى ما كنتوش وضعينها ليلة قبل رقم كتفتحوها وكتعملوها مفتوحة هادي الوزن ديالها ميو خمسة وعشرين غرام اولى الشانتيب انك هادي الشوكولاتة اولى الدريمول انك هادي الشوكولاتة كنفتحو العلبة وكنوضعوها على الحليب اللي هو كدالي كان في المجميد وكنجيبو غير الخلاط اليدوي وكنبقى ونخلطو نخلطو نخلطو كتاخد منا ثلاثة دقائق كنخلطو غير باليد ديالنا هي متعبة شوية ولكن لي ما عندهاش الخلاط فهدا هو الحل بعد ما دارت لنا الشوكولاتة وخلطنا كذلك الكريمة كنضيفو مقدار ديال ملعقة كبيرة من الياغورت بنكهة الشوكولاتة كنضيفوها للشوكولاتة ديالنا باش كنحصلو على صلصة ديال الشوكولاتة ومن بعد غادي نجيو هاي الصلصة عفوا ان كتكون جاهزة غادي نبدو على بركة الله نضيفوها الخلط ديالنا ديال الكريمة او للموس شوكولاتة ديالنا فاش كنضيفو لها هاد الصلصة فكتجيلها موس رائعة جدا كتزيد تعطيها واحد الماداق وكتركز لنا الماداق ديال الشوكولاتة هنايا كنضيف ضفت النصف الاول ومن بعد ضفت النصف تاني ضروري الشوكولاتة تكون باردة يعني هاد الصلصة خليوها حتى تكون باردة عندكم تضيفوها ساخنة را غادي تدوب لكم الكريمة الان غادي نحول هاد الكيكة في صحن اخر وغادي نجيبو اطار غا نحاولو نعملوه على الكيك غلقوه جيدا يعني حاولو تضيروه مزيان على الكيك ومن بعد كنجيو وكنبدو نوضعو الكريمة ديالنا اللي دفنا لها الشوكولاتة او للموس شوكولاتة اللي دفنا لها صلصة ديال الشوكولاتة وكنبدو احنا يقنفرغوه وكنضغطو بهات الشكل يعني كتضغطو على الكريمة باش تدخلوها من الجوانب وما يبقاش عندكم فراغات في الجوانب من بعد ضروري ركزو مزيان على الجوانب انتوما كتحطو الكريمة وانتوما كتضغطو على الجوانب ومن بعد كنضيفو الكريمة المتبقية وكنقعدو السطح ديال الكريمة غير بواحد الملعقة هكا بقاو دائما نضغطو باش ميكونوش من بعد عدنا فقاعات من بعد كنجيو نجيبو بلاستيك غدائي وغدي نغطيوها وغدي ندخلوها المجمد كنخليوها حتى كتجمد على الاقل وحد المدة ديال خمسة ساعات لكن يستحسن تخليوها ليلة كاملة انا هنا غدي نخليها لمدة ليلة كاملة هنيا بعد مرور ليلة كاملة في الصباح كيكون هادا وشكل ديالها هنيا لا تكون نات عندي واحد هادا الجاليد او لا التلش غدي نحتاجوه الميتين غرام من الشوكولاتة ما يعادل اثنان وثلاثون قطعة دائما شوكولاتة اللي كتبع عند اي بقال كنعملوها في واحد الكاسرونة من بعد كنضيفو عليها كأس الا ربع من الحليب ما يعادل مئة ميلي لتر ثم كنضيفو لها ملعقة صغيرة من الزبدة وغدي نضيفو لها كذلك ملعقة كبيرة من الزيت الضور ديال الزيت هو اللي كيعطينا ذك اللمعة واللمعان في الصلصة ومن بعد غدي نحتاجو الكيسين مل كاكا وما يعادل اربعة عشر غرام او لملعقتين كبار ما غديش نستعملوهم في هاد المرحلة غدي نعملوهم لاحقا كنجيو على النار اللي كتكون متوسطة وكنبقا ونحركو نحركو من حين لاخر حتى كتدوب لينا هاد الشوكولاتة مع الحليب هنيا في انتظار ان الشوكولاتة كتدوب غدي نحاولو نزولو هاد الاطار عملت كمشتو كؤوس عملت فوقهم صحن صغير وعملت فوقهم الكيك ومن بعد غدي نجيبو واحد المندي اللي عملت فيه الماء ساخن وكندوزو هكا يعني دوزو غير واحد دوزة خفيفة ما تخليوش بزاف غدي دوب ليكم الكريمة وكندوزو سكين را كيدخولو بكل سهولة وكنزولو الايطار يعني دك هديك الخطوة دي الماء الساخن كتخلي انا الكريمة كتدوب من الجوانب وكتزولينا الاطار بكل سهولة غدي نزول الان الاطار ومن بعد غدي نحاولو نقادو الجوانب ونقادو كذلك الوجه دي الكيك وغدي نحاول نزول هاد الجاليد اللي تكون ليه في الاعلى الان جيت من الكيكة من الجوانب بحاولت انني ما يبقاش دك الحواف حيط الحواف اذا هاي السلطة وبعد ما دابتلينا الشوكولاتة تماما تماما غدي نجيب وغدي نضيفو الكيسين ديال الكاكاو دائما كنعملوهم في واحد الغير بال يعني ضروري الكاكاو يكون بغرب الايمنخول بهذا الشكل باش ننساجم لينا بكل سهولة وما يبقاش عدنا تكاتولات في الخاليط ومن بعد كنبقاو هكا نخلطو اولا غدي نعمل غير ملعاقة يلا باللي كمتاكاتولات في الخاليط حاولو تضغطو عليهم بالملعاقة باش يدوبو وما يبقاش متكتلين من بعد غدي نجيب واحد هاكا الفوة اولا الخلاط وكنبقاو نخلطو وكنخليو الخاليط على النار تيغلي بهذا الشكل كما كتلاحظو معايا يعني كيرتافعو كيغلي وكنبقاو هو كيغلي وحنا كنحركو المدة دقيقة كاملة يعني حركو 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 باش هادك الحليب كيتبخر وقد جينا صلصة اللي هي متماسكة من بعد مرور دقيقة غدي نطفيو النار ونخليو حتى كيبرد وهنايا بعد ما نفالينا الخاليط كنوضعو الاسبع ديانا كيكون دافئ او لا بارد ما يكونش ساخني الا كان ساخن غدي دووه بالكريمة على بركتي الله كنوضعوه على السطح بهذا الشكل يعني كنفرغوه وكنفرغوه كذلك على الجوانب غدي نجيبو حد السكين ونحاولو نقدو الجيهة اولى الجوانب اللي ما فيهمش الكريمة كنحاولو ننزلو عليهم الكريمة شوفو كيفاش كي يجي يعني راكي يجي لامع وكنجيو الان من الجوانب الاسفل كنحاولو اننا نزولو هادوك اللي هابطين هاكا سواء بالميقصة ولا بسكين الان خديت القليل من الكوكاو فيلي عفوا او للوز فيلي اللي متوفر عندكم غدي نعملو هاكا من الاسفل ومن بعد غدي نجي غدي نوضعها في واحد الصحن ديال التقديم ثم غدي نجيب كذلك كوكاو اولى الفول السوداني اللي هو فيلي الان غدي نجيب هادوك الملمع اللي كيتباع عند باعة لوازم حلوية كنعملو هكا او كنعمل فيه الطابع وكنطبع به الوجه ديال الكيكا على هاد شكل كيعطينا واحد المنظر راقي وبالنسبة لتامن ديالو فهو كيكون خمسة دراهم انتو ما كتعملو شكل اللي بغيتو غدي نجيب كذلك هاد العقيق اللي كيتباع عند باعة لوازم الحلويات بخمسة دراهم غدي نوضعو فهد جانب ومن بعد غدي نجيب هاد المول ديال السيليكون اولى ديال البلاستيك ديال الخاص بالشوكولاتة عملت فيه الشوكولاتة وكذلك عملت لي هادك الملمع ديال الحلويات الدهابي وغادي نجيب وغادي نوضعهم على هاد شكل في الاعلى ديال الكيكا وفي الاخير كيكون هاد هو شكل ديالها النهائي كتجي راقية جدا وكي ماشتوا معايا مكونات جد بسيطة طريقة تحضير سريعة والاهم انها اقتصادية جدا نتمنى فيديو اليومينا لإعجابكم دائما ما تبخلوش علي بآرائكم تعليقاتكم وانتقاداتكم هنا يراني كنقطعها ما زال ما وضعتهاش في التلاجة يعني الصلصة ما زال ما بردتش ليه مزيان دان هاي كيفش كتجي من الداخل شكرا لكم في تعليقاتكم